مرحبا بك مصطفى ما هي آخر التطورات في مناطق الزلزال المنكوبة حدثنا أكثر أيضا عن الجالية العراقية هناك نعم مصطفى نعم مرحبا رويدا في الحقيقة يوم أمس كنا في كهرامان مارش هذه المدينة التي تضررت بشكل كبير بفعل الزلزال مساء يوم أمس انتقلنا من كهرامان مارش إلى غازي عنتاب وجهنا بعض الصعوبة في الانتقال إلى غازي عنتاب بسبب الظروف والتداعيات التي خلفها الزلزال اليوم تواجدنا في غازي عنتاب وذهبنا إلى مركز الإيواء العراقي في مدرسة دار السلام والتقينا بالعوائل التي هربت من الزلزال ووثقنا بعض التفاصيل التي حدثونا عنها هذه العوائل هناك عوائل جاءت من كهرامان مارش ومدن أخرى تعرضت إلى الزلزال هم مهربوا واتصلوا بالسفارة العراقية في المركز الذي كنا فيه قبل قليل توجد أكثر من ثمانين عائلة متوفر في هذه المدرسة كانت كل الخدمات والرعاية اللازمة هناك الكثير من المساعدات التي كانت من الحكومة العراقية من بغداد أو حتى من هنا تصلهم مساعدات من السفارة العراقية هناك فرق من خصصتها السفارة العراقية لتجوال في المناطق التي تضررت بفعل الزلزال لإجلاهم وإيصالهم إلى المناطق المخصصة من قبل الحكومة لإيواء النازحين والمتضررين بفعل الزلزال يوم أمس انتقلت مثلا حافلة من أظنة تحمل متضرري عراقيين وتم إرسالهم إلى أنقرة وكذلك قبل قليل عندما كنا في المدرسة رصدنا قدوم بعض العوائل من المناطق التي هربت منها وحدثت فيها الزلزال في الحقيقة تواصلت أنا شخصيا مع فرق الإنقاذ التي قدمت من بغداد للمساهمة والمشاركة مع الجانب التركي في إنقاذ العالقين من تحت الإنقاذ وأبلغني بأنهم تلقوا قبل قليل مثلا إشارة من الجانب التركي بوجود حاجة إلى الفريق العراقي وهم انتقلوا إلى منطقة أخرى للمساهمة في عملية إنقاذ العالقين طبعا هم لم يتواجدوا في مركز المدينة غازي عنتاب بل بأطرافها ونحن سنواصل جاهدين في ملاحقة هذا الفريق لرصد وتوثيق ما يقوم به الجانب العراقي في مساعدة الجانب التركي في هذه المحنة هنا في غازي عنتاب على المستوى الميداني هذه المدينة لم تتضرر بشكل كبير سوى بعض المناطق التي انهارت فيها المباني مثال على ذلك هذا المبنى الذي خلفه انهار بالكامل عمليات البحث فيه تجري بشكل مستمر وعلى ما يبدو انتهت هنا عمليات البحث وتحدثنا قبل قليل مع بعض الشخصيات المتواجدة والمسؤولة هنا وقلوا لنا أنهم يقومون حاليا بتنظيف المكان تمهيدا إلى إغلاقه ومع أن الزلزال لم يتسبب بانهيار كثير من المباني لكن هذه المباني صمدت أمام الزلزال والبلديات دعت المواطنين إلى الخروج من المنازل وعدم التوجه ومنعت أي مواطن من التوجه لمنزله جميع الأتراك في هذه المدينة الآن يعيشون في بعض الخيام ومراكز الإيواء والملاجئ التي وفرتها البلدية لحرصا على سلامتهم وهناك فرق من البلدية تقوم بمراقبة البيوت والمباني وتقيم مدى صلاحية هذه المبنى للعيش خصوصا بعد الزلزال ومن ثم من الممكن أن تسمح لهم بالعيش في هذه المنازل ممنوع الحياة في هذه المدينة ربما في بعض التفاصيلها متوقفة على اعتبار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحلى أن حالة الطوارئ ومدينة غازي عنتاب من المناطق المشمولة بحالة الطوارئ المدينة طبيعية والحياة تسير بشكل طبيعي سواء أن الأتراك يعيشون خارج منازلهم خصوصا بالتو يعني تقريبا بعد الانتهاء من مرحلة البحث عن الضحايا السؤال الآن هو كيف سيتم التعامل طبعا مع ضحايا هذا الزلزال يعني كيف ستتعامل الحكومات مع الضحايا نعلم جميعا أنهم فقدوا سكنهم مساكنهم أيضا وأيضا كل مقاومات المعيشة كيف ستتعامل الحكومة العراقية أو هل هناك أي إجراءات ستتخذها الحكومة العراقية بشأن الجالية المتواجدة الآن هناك نعم من خلال لقانة بالعراقيين في المركز الليوا في مدرسة الدار السلام قالوا لنا بعضهم يفكر بالعودة للعراق وبالفعل تم تسهيل إجراءات بعض من هذه العوائل وتم رسالهم إلى العراق وإلى بغداد وهناك متردد ولا يعرف ماذا يفعل الزلزال لا زالوا يعيشون في إطار الصدمة الزلزال الذي كان قويا ومرعبا بالنسبة لهم تحدثوا لنا عن اللحظة الأولى للزلزال وقالوا أحد الأشخاص قال لي أنا لا أفكر بشيء حاليا أنا ما زلت في إطار الصدمة ولا أعرف ماذا أفعل قررت أن أأتي إلى هذا المركز للتفكير ومن ثم سوفكر لاحقا بمستقبلي هنا في تركيا لكن الكثير منهم يفكر فعلا بالعودة للعراق أصرنا كبيرة حقيقة قالوا أن المفخخات والصواريخ نعم هذا ما يسمح به الوقت مصطفى جليل مراسلنا أو موفد هنا إلى غازي عمتاب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر